تعتبر جوازدة كمال أبو راية ومجدة زكي من أشهر الجوازات في الوسط الفني لكنها انتهت بالانفصال بعد 20 سنة جواز طيب إيه تفاصيل قصة حبهم ويه جوازهم وإيه الموقف الطريف اللي حصل ليلة فرحهم ومين هم أولدهم وكمان إيه أسباب انفصالهم كل ده هتعرفوا معينا في الفيديو ده قصة حب قوية عاشها الفنان كمال أبو راية مع الفنانة مجدة زكي واللي اكتملت بالجواز فهم اتعرفوا على بعض خلال دراستهم في معهد فنون مصرحية وبدأوا يقربوا من بعض لغاية ما تحولت زملتهم وصدقتهم لحب في مرة والد كمال أبو راية ظهروا في المعهد عشان يشوف مجدة فقالوا هي فعلا شكلها محترمة وابتلبس طويل وافئ عليها وراحوا تقدموا لها واتخطبوهم في سنة ربعة وبعد سنة من التخرج كتبوا كتابهم وبعد سنة من كتب الكتاب اتجاوزوا قال كمال أبو راية إن والد مجدة زكي ما طلبش منه مهر ما كانش عنده بيت فاتجاوزوا في بيت مجدة وبعد فترة أجروا شقة مفروشة في مصر الجديدة قعدوا فيها سنة كاملة وبعد كده اشتروا شقة تملي والدة كمال اشترت لمجدة شبكة من طنطة عبارة عن استويرة دهب حوالي 100 جرام لكنه اعترف إنه باعها بعد فترة من جوازهم بسبب مروره بأزمة مالية لكنه عوض مجدة بعد كده وجاب لها هدايا دهب كتير وحكى كمال أبو راية موقف طريف حصل في ليلة فرحه وهو إن والدته عملت لهم حلة الاتفاق وهي عبارة عن عشاء كتير جدا يكفيهم أيام كتير وهو ما كانش قادر يأكل فأكلت مجدة كول للأكل الوحدها رزق كمال أبو راية ومجدة زكي بثلاث أولاد هم أحمد وكمال وحبيبة ودخل أحمد مجال التمثيل من خلال مسلسل أصر العشاء وشارك مع والدته مجدة زكي في مسلسل قوت القلوب ومسلسل أحسن أب انفصل كمال أبو راية عن مجدة زكي سنة 2014 بعد 20 سنة من جوازهم وقال كمال إن السبب انفصلهم هو إنه فترة عمل حاجات كتير دايقت مجدة زكي ده بالإضافة إنه حس إن مجدة كمان اتغيرت عن الأول وقال مفيش حد معصوم من الخطأ بس الزمن بيغير الأحوال والناس وأنا جيت في وقت حسيت إن مش دي ست اللي تجوزتها وحبيتها لأسباب معينة ولقيت إن مش هو ده إلا أنا اخترته واعترف إن انفصلهم أصر عليه نفسيا لإنه مش متعود يا بعد عن أولاده واعتذر اللي مجدة وقال بالتأكيد أنا غلطت في فترة من الفترات ومعملتش حساب حاجات كتير كنت صغير وممكن أكون أخطأتي في حقها في أشياء أتمنى إنها تسمحني وأولادي سامحوني لإني بحبهم جدا أنا ما عنديش غير العيلة دي أحلى حاجة في حياتي وهي قد ترخرها خلفت لي ثلاث أولاد والحمد لله كلهم على خلق ومحترمين ومتعلمين كويس وعن إمكانية رجعهم لبعض تاني قال إن كل شيء جايز لكن هي أصلا موجودة في حياته لأنه طول الوقت بيسأل عليها وعلى أولادهم وبيزرهم في البيت وهي كمان بتتواصل معاه وأولادهم مبسوطين بعلاقتهم المتحدرة دي برغم الانفصال ترجمة نانسي قنقر